توضع التوضع اغتسل المغتسل يتوجه للصلاة يتوجه للصلاة يعني إلى الآن هو لم يكن قد شرع في الصلاة ربما الآن يذهب إلى المسجد ربما الآن يقوم إلى الغرفة التي يصلي فيها إلى المصلة إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه فتوجه إلى الصلاة وهو متوجه إلى الصلاة ماذا يقول إمامنا الرضا؟ فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة إلى الآن لم تبتدع الصلاة أردت أن تقوم إلى الصلاة صار الوقت قريبا أو حل الوقت فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ثم ارفع يديك ارفع يديك بالدعاء أنت الآن لست في الصلاة أنت متوجه للصلاة متوجه إلى المسجد متوجه إلى الغرفة أو إلى الحجرة التي تصلي فيها فيقول إمامنا الرضا فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ثم ارفع يديك فقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وبالأئمة الراشدين المهديين هذا هو مضمون الشهادة الثالثة سيد الأئمة الراشدين من هو؟ سيد الأوصية وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طاها وياسين وربما كان علي مذكورا هنا وأسقطه من أسقطه قد تقول كيف ذلك؟ أنا أقول لك كيف ذلك؟ هذا الكتاب الذي قرأت من هو مستدرك الوسائل للمحدث النوري رحمة الله عليه وهذا هو المجلد الرابع مؤسسة آل البيت قم المقدسة في مستدرك الوسائل هذا النص موجود نقله عن الفقه الرضوي هاتان الآن عندي نسختان من الفقه الرضوي نسختان محققتان النسخة الأولى طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم هذه النسخة الأولى فقه الرضا يسمى بالفقه الرضوي أو بفقه الرضا الطبعة الثانية أيضا الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام أيضا طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة مؤسستان معروفتان مؤسستان محترمتان من المؤسسات التي تحقق وتسعى في نشر الكتب الأصول الكتب الأصول إن كانت من كتب حديث الأئمة أو من كتب العلماء هاتان النسختان محرفتان لا أقول أن المؤسستين قد حرفتا هذين الكتابين أبدا ولكن النسخ التي حققوها نسخ محرفة فهذا الدعاء محرف في النسختين هذه نسخة مؤسسة آل البيت إذا نذهب إلى صفحة سبعة وتسعين حذف منها وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طاها وياسين وعبارات أخرى وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها ذكرت ولكن العبارات السابقة التي جاء فيها ذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لاحظوا الدعاء هنا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طاها وياسين وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها هنا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها فصار هنا حذف وبالأئمة الراشدين المهديين وأضيف اسم النبي صلى الله عليه وآله هنا في النسخة التي نقل منها المحدث النوري في مستدرك الوسائل لا يذكر اسم النبي اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طاها وياسين هنا حرف الدعاء بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها فحذف ذكر الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين وربما حتى هذه النسخة نسخة المحدث النوري قد حذف منها اسم النبي وذكر في هذه النسخة وحذف ذكر الأئمة فإذن ليس من المستبعد أن ذكر علي جاء صريحا وواضحا وفاقا لنفس الدعاء الذي مر ذكره في تفسير إمامنا العسكري عند الوضوء أو عند الغسل وعند سائر الأجزاء الأخرى ومع ذلك فما بقي من هذا التحريف واضح وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طاها وياسين نفس القضية في النسخة المطبوعة في مؤسسة النشر الإسلامي نفس القضية صفحة تسعة وثلاث نفس الكلام الذي جاء مذكورا في نسخة مؤسسة آل البيت نفس الكلام هنا موجود نفس التحريف فهاتان نسختان محققتان لمؤسستين شيعيتين كبيرتين معروفتين أنا أستغرب لماذا لم يراجعوا مستدرك الوسائل مع أن هذا الكتاب هو من طبعة مؤسسة آل البيت على أي حال وهذا النص موجود في مصادر أخرى رأيته نقلت عن الفقه الرضوي ولكن في هذه النسخ ليس موجودا وهذا هو الذي قلته سابقا من أن تحريفا طال الكتب ولذلك لا يعتمد على النقولات يعني مثلا هذه النسخة طبعتها مؤسسات النشر الإسلامي التابع للحوزة العلمية يشرف عليها علماء مجتهدون فقهاء كباه وبالتالي هذا حالها والنسخة التي قبلها أيضا أيضا مؤسسة آل البيت مؤسسة تابعة لمرجعية السيد السيستاني يشرف عليها صهر السيد السيستاني أصلا هو هذا الكتاب هذا الكتاب له مقدمة المقدمة التي كتبت هنا المقدمة التي كتبت وهي مقدمة كبيرة تصل إلى صفحة 59 كتبها السيد جواد الشهرستاني هو نفسه المسؤول عن المؤسسة هو صهر السيد السيستاني والوكيل الأول المعتمد عند السيد السيستاني أقصد أن هذه الكتب صدرت من مؤسسات محترمة جدا وأشرف عليها علماء محققون أصحاب خبرة ومع ذلك هذه الكتب محرفة تلاحظون ذلك وهذا الكتاب الذي بين يدي مستدرك الوسائل للمحدث النوري هو من نفس منشورات مؤسسة آل البيت التي يشرف عليها سيد جواد الشهرستاني جاء هذا النص هنا يختلف عن النص هناك وهذا يحدث كثيرا في الكتب من هنا قلت بأنني دائما أعود إلى الكتب الأصلية لا أكتفي بالنقل بالوسائط إلا في الضرورات إنما أعود إلى الكتب الأصلية لا أقصد هنا في البرنامج إنما أقصد في البحث والتحقيق في البرنامج قد أعود إلى بعض الكتب الوسيطة لكنني أقصد في البحث والتحقيق للوصول إلى النتائج إنني لا أطمئن إلى الكتب من خلال الخبرة الطويلة وإنني أواجه مثل هذه التحريفات كلما فتحت الكتب كلما بدأت أشتغل وفتحت الكتب أواجه هذه التحريفات يوميا على أي حال فهنا وأنت متوجه للصلاة هنا ذكر لعلي وآل علي ثم ارفع يديك فقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طاها وياسين وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ولا تعذبني بهم وارزقني بهم ولا تضلني بهم وارفعني بهم ولا تضعني بهم واقضي حوائجي بهم في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ثم افتتح الصلاة افتتح الصلاة يعني إذا أردت أن تفتتحها إما أن تفتتحها بالأذان والإقامة أو المراد افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام هناك دعاء التوجه يأتي بعد تكبيرة الإحرام هذا دعاء التوجه إلى الصلاة وذاك دعاء التوجه في الصلاة فرق بين الدعاء هذا دعاء للتوجه إلى الصلاة كما قال إمامنا الرضا فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل إلى آخره إذا أردت أن تقوم هذا دعاء التوجه إلى الصلاة